بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول لله درس النهاردة درس جميل جدا للمصممين هو بيتكلم عن ازاي استخدم خطوط غير الخطوط اللي عندي في الجهاز بحيس ان انا اصمم الموقع ويطلع بالشكل ده بنفس شكل الفونت ده قبل ما ادخل في الدرس لازم الناس تفهم نقطة مهمة جدا 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 علشان الشخص يشوف تصميم موقعي بالخط اللي انا بشتغل بيه لازم الخط ده يكون عنده في جهازه يعني انا عملت هنا برا جراف بالشكل ده وجيت البراجراف ده عملتله فونت فاميلي مسلا تهومة او اي خط عندي اريال مسلا وعملت ريلود الخط اللي انتم شايفينه قدامكم ده فونت فاميلي تهومة اريال خط التهومة ده لو مش موجودة عند الشخص في جهازه الخط مش هيزهر بطريقة صحيحة هيزهر بالخط البديل ليه او هيزهر بالخط اللي هو الديفولت عنده طيب انا عندي خط جميل جدا وعايز اشتغل بيه وعايز الناس تدخل على الموقع تشوف الخط زي ما انا عامله بالزبط علشان اعمل كده لازم احول الخط ده لحاجه اسمها ويب فونت خط يكون خطه الليه الويب خطوط الويب في العادي بيتحول لجميع المتصفحات بيكون اكتر من ملف خط وبيترفع على على موقعك عشان الشخص يقدر يشوفه ويقدر يشوف الموقع بالتصميم ده جوجل وفرت علينا الموضوع ده بانها عملت مكتبة خطوط ويب فونت تقدر تستعملها وليها مؤثرات وشغل جميل جدا تقدر تستعملها في تصميمك وده اللي احنا هنشوفه في الدرس النهاردة ان شاء الله والموضوع بسيط جدا نيجي لجوجل فونت بدخل على www.google.com.com يجيب لي مكتبة الخطوط زي ما احنا شايفين اهي كل الخطوط دي خطوط طبعا مش موجودة في النظام يعني خطوط صعب تكون عندك او عند الشخص نفسه علشان انا اكتب بخط زي ده انا عايز اجيب بس خط غريب شوية عشان الناس تعرف ان هو مش موجود اصلا عندهم يا خط زي ده shadow into light مثلا اه بدوس انا على العلامة دي الاول علشان اشوف كل حاجة عن الخط دي الحروب بتاعته بيورهاني اهي ال character set camera عشان اقدر اشوف اللي انا عايز اعرفه عن الخط طيب انا عايز ابدأ استعمله هدوس على علامة الزائد دي اسا هيجيب لي خيارات الخط ويجيب لي يعني بيبطق الصفحة ولا مش بيبطقها ونوع character set latin هنا والcode بتاع الخط انا يهمني الcode بتاع الخط ده هاخد الcode ده عشان استعمله في css عندي كcode css عشان استعمله حطه تحت style مثلا الخط كامل اهو زي ما انا شايفين حاطتلي ال link real بدل ما هو ال link hyper reference بدل ما انا حطه في ال style لا بيستدعيم المكتبة جوجل fontes dot google abis dot com وال font family اهو وال real style sheet مش محتاجين type اتفقنا في ال html مش محتاجين كود type ده اتفقنا ان احنا مش عايزينه عندنا بس style sheet اصبح الكود عندنا بالشكل ده اصغر شوية بالشكل ده اخلي ال style sheet قدام كده عشان كل حية تبقى سليمة بالشكل احنا شايفينه واعمل دي برضو كود واحدة عايز الكود بس يكون سليم مية في المية شكلا بحيس الناس ما تطلق بطش كل اللي هو عمله هنا ايه? حطيلي بس بدل ملف style ما هو بدل ملف style ما هو عندي انا حط ملف style عنده هو في في الجوجل اي بي اي ده ملف في الستايل كده يعتبر انا رافع الويب فونت لان هي موجودة في سيرفرات جوجل عايز بقى قبدأ استعمل الفونت فاميلي عندي الفونت فاميلي هيكون حاطت لك الكود shadow into light اهو الخط ده بالزبط هيجي في كود css عندي بدل فونت فاميلي تهو ما اريل ده الفونت فاميلي الجديد shadow into light وهيجي اعمل مسلا بالشكل ده هنشوف الخط اهو ده الخط ده هيزهر عندي وهيزهر عندي الشخص اللي هيفتح الموقع فكده انا وفرت على نفسي اني اقلق من من موضوع ان الشخص يفتح الموقع هيلاقي الخط في مشكلة طيب هل في خطوط عربي على الويب حلوة في خطوط في الجوجل برضو عامل خط اسمه درويد ارابيك يعني جوجل ايرلي اكسس لو كتبت جوجل ايرلي اكسس هيدخني عليه على طول فونتس سلاش ايرلي اكسس اهو هتلاقي خط اسمه اميري ده ارابيك وفيه خط تاني درويد ارابيك كوفي وفيه درويد ارابيك نسخ درويد ارابيك كوفي ده خط جميل جدا 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 هاخد اللينك بتاعه اهو من اول الاتش تي تي بي اس لحد دوت سي اس اس هستدعي عندي في سي اس اس زي ما اتفقنا في الحتة دي اهو كأنه اللي هو الخاص بالملف كأنه الخاص بملف سي اس اس وعشان نتأكد قبل ما ابدأ استعمله تعالوا نفتح الملف سي اس اس ده نفسه بتاع جوجل نشوف في ايه شايفين هو جايب ملفات كلها اهي جميع انواع الفونتات اللي تنفع لجميع المتصفحات هو حاطتها هنا وهنا وعامل واحد نورمال ربعمية والتاني سبعمية اللي هو يعني المكتبة دي هو موجودة اصلا في سيرفرات جوجل اهي في العادي لو انا عايز ارفع الخطوط عندي دي انزل الخطوط دي وارفعها في موقعي انا وابدل الروابط دي للروابط موقعي ساعتها هيشتغل الخط زي ما هو شغال هنا بالزبط طيب انا استعملت الخط خلاص فاضل ان انا حط الفونت في سي اس اس بالشكل ده هادي الفونت فاميلي هاجي هستعملها في سي اس اس اهي فونت فاميلي بتساوي درويد عربي كوفي وبعدين ابدأ اكتب تكست عربي عشان افهم انا شغال صح ولا اقول بسم الله الرحمن الرحيم واعمل للباراغراف ونشوف ايه اللي هيحصل ادي الريلود ادي الخط زي ما هنشايفين ادي ايه جميل خط درويد ده تحفة كل المدونات دلوقتي تستخدمه تطمن ان الشخص هيدخل عندك يلاقي الخط سليم ولو عملنا مسلا فونت سايز عشان نشوف حجمه وهو كبير فونت سايز تلاتين بيكسل مسلا ادي الخط اهو تستعمله من جوجل اي حد هيدخل هيشوفه بالشكل ده هيجمل لك مواقعك جدا 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 وفيه خطوط كتير تقدر تستعملها بالشكل ده كتير تقدر تتابع الصفحة دي لو فيه خطوط جديدة هتلاقيها دي اهم حاجة في الدرس هو فكرة الويب فونت وايه الفرق بين ان انا استخدم ويب فونت واستخدم فونت عادي واتمنى ان شاء الله يكون الدرس بسيط واعجبكم واشوفكم في درس ان شاء الله وشكرا شكرا